بسم الله الرحمن الرحيم يسرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلِّم تسليما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمور محدثاتُها وكل مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ مِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ اللهم وفِّقنا لطاعتك وطاعة رسولك اللهم اجعلنا هداتًا مهتدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنِّف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان بابٌ في طاعة أولي الأمر فصلٌ في نصيحة الولاه وعن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري أنه قال الحديثة الأول ما أكملناه نعم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يرضى لكم ثلاثاً ويسخط لكم ثلاثاً يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله عز وجل أمركم ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال أخرجه مسلم من حديث سحي هذا الحديث الذي رواه مسلم حديث جليل شرحنا بعضه فيما مضى ونكمله في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى يقول أبو هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول إن الله عز وجل يرضى لكم ثلاثاً ويسخط لكم ثلاثاً يعني يحب ثلاث أشياء يرضاها لكم ويكره ثلاثة أشياء لا يحب منكم أن تؤتوها يرضا لكم بينا معنى الرضا إذا قلت رضي له بمعنى اختار له رضيت للولد هذا الكتاب أي أني بالنسبة للبشر بحثت حتى وجدت ما هو أصلح لهذا الولد الله عز وجل لا يبحث لأنه يعرف الأفضل من غيره فإذا قال رضيت لكم أي أنه اختار وفضل هذه الثلاث لكم أي للمؤمنين لأنكم أهل الاستحقاق في ذلك ففيها بيان فضل ما اختاره الله للمؤمنين وفيه بيان أن الله يحب المؤمنين ويختار لهم الأصلح الأولى الخصر الأولى التي يرضاها للمؤمنين أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا قلنا العبادة معناها الطاعة أي امتثال الأمر إذا أمر تستجيب لذاك الأمر دون كراهية ودون تململ ودون كسل تأخذه بحب ونشاط وإذا نهى عن شيئا حتى ولو كانت فيه مصلحة لك تتركه ابتغاء مرضات الله وتبغضه وتبعد عنه هذه الطاعة تسمى عبادة لكن لا تسمى عبادة إلا إذا أتى بأمرين آخرين طاعة مع محبة أما طاعة مع استثقال النفس كما يفعل الأهل النفاق إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة وإذا طلب منهم إنفاق أنفقوا وهم كارهون وإذا قيل أكرم جارك يكرمها عن ملل وكظم نفس لا ليست هذه الطاعة الطاعة مع حب إضافة إلى الحب مع ذل وانكسار وخضوع أما أن تطيعه مع زهو وكبر هذا لا يسمى طاعة وإذا العبادة لا تسمى عبادة العبادة تجتمع تجتمل على ثلاث شرائط امتثال الأمر مع محبة وذل وانكسار إذا اجتمعت الثلاثة قيل هذه عبادة خلان يعبد كذا لا بد أن تجد فيه هذه الثلاثة القصار من يعبد الدينار تجد فيه محبة وتتبع هذا الدرهم ولا يبالي كيف حصل عليه ثم إنه مع ذلك فيه انكسار وذلة إذا قيل فلان يتصدق ذهب إليه بانكسار وذلة يمد يده وإذا قيل أن في المكان الفلان تجار كذا ذهب إليها يتملق حتى يصل وإذا قيل فلان يعبد شيئا إيش معنا يعني يطيعه ويموت في تعصيله مع محبة وذلة أن تعبد الله تطيعه فيما أمر وتكف وتترك ما نهى مع محبة لذلك وانكسار ماه مع كيفة وعز تأخذ الأمر بزهو لا ما تسمى عباد عرفنا معنا العبادة فمن اجتمعت فيه هذا الثلاثة الخصال يقال فلان عبد هذا المعبود إما أن يكون الإله سبحانه وهو الذي يجب أن تصرف العبادة إليه ومن صرفها لغيره يقال فلان عبد فلان ولذا تجد دائما إذا أمر الله عباده بالعباد جاء بعدها بآيات عظام تدل على أنه وحده المستخط للعبادة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ثم ذكر أنه جعل لكم السماوات والأرض وصخر لكم كذا وكذا هكذا الآيات كلها إذا جاءت آية فيها الأمر بالعبادة والإخلاص إلا ويأتي بآيات تدل على أنه المستحق لذلك لأنه الآمر والناهي الخافض والرافع والباصط والرازق ولا تشركوا به شيئا لا تصرف شيئا من هذه العبادة لغيره لا تجعل له ند أن فلان يستطيع أن يسعد وأن يرزق وأن يقطع الرزق وأن يفعل ذلك ولا تجعل لأحد كذلك مشاركة فيما تفرَّد الله به من ذلك الأمر كالخوف ما ينبغي أن تخاف أحد أنه يفعل ويمنع كذا إلا الله عز وجل ولا ترجو أحد لأن الله عز وجل إن أراد إعطاءك لا يستطيع أحد أن يمنع ذاك العطاء وإذا أراد منعك لا يستطيع أحد أن يمنع ما أراد الله إعطاءك إياه فتعلم أنه وحده الذي يملك تدبير الخلق جميعهم فلا ترجوه إلا هو فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون لما نهى الله عباده أنه يجعل له أندادا دل على أن هذا موجود في العباد حتى بين المسلمين من تسمى باسم الإسلام تجد فيه إما أنه مع إيمان على زحزح ومع إسلام يرى أن هذا العظيم هو الذي بيده لو قبل منه معاص الله عز وجل يستطيع إنقاذه ومعضهم يرى أن فلان هو الذي يرجى إما إن يكون شيخ أو كذا أو زعيم أو ما إلى ذلك فلما قال فلا تجعلوا لله أندادا دل على أن من العباد من يجعل له أندادا ولما نفى ربنا سبحانه أن يكون له شبيه وشريك ونظير دل على أن في العباد من يجعل له ذلك ويقول سبحانه أعمد الله ولا تشركوا به شيئا لا تجعل أحد من خلقه نظيره ومثيله لا إن بغير أحد ولا يقال مثلا أن الدهر أو الكون أو الفلك هو الذي يزلزل الأرض وهو الذي يقوم بالخصف وهو الذي يجري الفيضانات وتنسب هذه إلى أسباب أو غير أسباب فإن جعلت ذلك فأنت جعلت لله كفوا والله عز وجل ينفي أن يكون أحد له كفوا ذكرنا هذه لأن العباد يفتقرون إلى هذا المعنى وهم في حاجة إليه وإلا مضى ذكر بعضه فيما سبق ثم يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل بعد أن قال يرضى لكم ثلاثة الأولى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا الثاني يا عبد المغني الثاني أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق هذه جزء من آية في آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا اعتصم أمر بالاعتصام والاعتصام بالشيء يفيد معنيين أن تتمسك به تقول اعتصم فلان بالحبل أو بالسلسلة أو بالجدار أي تمسك به هذا التمسك وهذا الاعتصام إنما يفعل العبد به إما لأجل الثبات أو السقوط أو أنه يعتصم بالجبل خشية شيء يهجم عليه فإذن معناه المنع أن يمنع ويدرأ عنك المخاطر فلا يعتصم بشيء إلا إنسان يتمسك به لأجل فائدة وهو أن يمتنع ويبتعد عن خطر اعتصموا أي تمسكوا وامتنعوا وامتنعوا بشيء ما بهذا التمسك المتمسك به قال حبل الله حبل الله يفسرها المفسرون بأنه الكتاب والسنة ولزوم الجماعة والإسلام والدين أقوال متقاربة يجمعها كتاب الله عز وجل حبل الله هو الإسلام والدين والقرآن أي تمسكوا واعتصموا به تمسكوا إلزموه فإن جاءك أمر لا تلتفت إلى غيره وإذا نهاكم لا تخضعوا وتلجأوا إلى تحايل المتحايل ولا هوى النفس إنما ترتبطوا بكتاب الله لأجل أن ارتباطكم بكتاب الله وتمسككم به يمنع عنكم شرور كثيرة واعتصموا بحبل الله جميعا تره معنا جميعا؟ لا تظن أنها كقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة فاتفسر جميع بمعنى كافة هناك عنه كلكم ادخلوا في هذا الدين استسلموا لله لا أحد يرفع رأسه كلكم أذعنوا له قال كلكم لكن هنا جميعا ليس معناها كلكم اعتصموا بحمل الله جميعا ليس معناها كلكم أيها المؤمنون لا معناها شيء آخر إن جميعا هنا في اللغة العربية تعرب حالا الحال قيد لفاعلها اعتصموا الواوا والجماعة هم المأمرون به أي أنكم جميعا مجتمعين كلكم مجتمعين اعتصموا بهذا الكتاب قالوا اعتصموا أمر موجه للمؤمنين أن يتمسكوا بهذا الكتاب مجتمعين ما القصد منه كلكم فردا فردا كقوله سبحانه ادخلوا في السلم كافة إنما تمسكوا به وأنتم مجتمعون عرفنا بعدما قال مجتمعين جاء لأن اعتصموا بحمل الله جميعا مفهومها أنكم لا تتفرقوا فيه فأكد الله هذا المفهوم بالمنطوق ولا تفرقوا كونوا مجتمعين على الكتاب ولا تتفرقوا هذا التفرق أمر النهي موجه للجميع لكن هذا النهي يا عبد الله إنما ينهى المرء عن شيء فيما يطيقه ويفعله لست أنت منهيا أن تقول فلان لا يشرب الخمر إلا إذا كنت والي أمر وفلان لا يفعل ذلك ما تأملك ذلك إذن ما معنى ولا تفرقوا ما هو نهي لكل فرد أن يقوم بمنع آخر هذا ما يملكه أحد إذن ما معنى ولا تفرقوا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا أنت لا تستطيع أن تنهى آخر عن الحسد ولا عن الخروج عن الشرع ولا عن الفسق والعصيان إنما المعنى يا عباد الله المطلوب منهم التمسك بهذا الكتاب لا تتعاطوا ولا تفعلوا الأسباب التي تؤدي إلى الفرقة أعرفت معنى ولا تفرقوا أي لا تأخذ من الأسباب التي تخرجك عن دائرة المجتمع المسلم الملتف والمعتصم بالكتاب والسنة ما هي الأسباب التي التي يقول فعلها تفرق المسلمين كل نهي في كتاب الله إما أن يكون المنهي عنه لأحد الرعاية لأن المنهي عنه إنما يكون في خاصة نفسه كالتقوى والعمل الصالح بر الوالدين أنت مطلوب منك أن تفعل ذلك مفهومها أن عقوق الوالدين يرجع إثمه ويرجع خزيه ونتائجه عليك لكن في أسباب أخرى أيها العبد وأيها الذي هو راعٍ تحت راعٍ مسؤول لا تفعل الأسباب التي يكون فعلها سبباً للتفرق ما هو سبب في خاصة نفسك فيه أسباب تأول إلى التفرق وهي كثيرة جداً في كتاب الله لأن المنهيات أحد أمرين إما أن عاقبته والسوء فعله يعود على المخاطب أو أن عاقبة هذا يعود إلى المجتمع كالنميمة فإنها ضررها يعود لا على القاء على النمام إنما يعود على غيره كالخطبة على خطبة أخيه ذهب رجل يخطب امرأة قام آخرون يخطبون هذه المرأة بعينها هذا يؤدي إلى التفرق أسباب تأول إلى البغضاء لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ونهى عن النجش ونهى عن كذا المسارع في السيئات كثير من المنهيات عنها تؤدي إلى الفرق فإذا قال سبحانه ولا تفرقوا تمتم المعنى لأن هذه المعاني قل من يتفطن لها فإذا أمرك الله بالاعتصام بالكتاب والسنة وجماعة المسلمين ونهاك عن التفرق تقول أنا لا أملك ما الذي يقدرني على أمنع غيري من التفرق يقول له لا ليس الأمر كما فهمت إنما نهاك الله عز وجل أن تتعاطى أسبابا تؤدي إلى الفرقة ما هي الأسباب كثيرة؟ فيه أسباب فعلها أشد وأنكى من أسباب أخر وفيه أسباب ضررها لا يكون ذاك الفعل المؤثر إلا إذا تفاقم الأمر إنما هو تدريجيا الله عز وجل أمر عباده بالعبادة وفيه المحبة وهذا الحب لا ينبغي إلا لله الحب أن تقدم أمر الله على مصالحك في أمور تهمك من أمر الدنيا فإذا جاء أمر الله يعارض هذه المصلحة تقدم أمر الله لأنك تحبه فإن قدمت مصلحتك على أمر الله خنت من ائتمنك على الضحايا وغدرت بمن ائتمنك على بذل الحج ثم إنك سعيت في إفساد من ائتمنك على عرضه لأن الشهوى والهوى والمصلحة غالبت على خوف الله ومحبته من هذا الأمر يتفاقم ضرره وشدته على تفرُّق المسلمين كلنا كثيرٌ منا يسمع أن أناس يحبون شيئًا من المباح الذي أجازه الله لفترةٍ ما لأجل ازدياد النشاط فإذا جعله هو المقصود ذاتًا لأنه وسيلة المرء جعل الله عز وجل امتاع الشهوة بالحلال وقضاء الوطر لكف الشهوات فإذا تعدّاها قد تكون منهيًا عنها الطعام يؤكل يؤجر الأكل إذا نوى به أن يعف نفسه عن التطلُّع إلى مال الغير وأن يتقوى بهذا الطعام على عبادةٍ لا يؤجر عليها فإذا جعل الأكل لذةً في نفسه وهو المقصود بالذات وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُوا الْأَنْعَامِ ليه؟ في ناس يأكلون كما تأكل الأنعام كل الناس تأكل بفمها وتطحن بأسنانها إذن ما معنى أكل الأنعام العام تأكل لتعيش لكن إذا فعل المرء إنما يأكل ليتقوى ويعبد الله فإذا جعل هذه العبادة وهذه اللذة لأنه أحبها وجعلها المقصود الأول كانت يا عبد الله فتنة وسبب في التفرُّق انظروا هذا الحب يلجأ أحياناً إلى من تولى هذا الحب نفسه كان سبب كبير في التفرُّق الرياضيات هو الرياضيات المنطقية هو الرياضيات البدنية التي فيها مزاولة تعود على المرء بالنشاط إذا كانت هواً في النفس ووجدت فرق للمغالبة ثم هذا الأمر يستهوئ الناس لأنها بطالة ما فيها أمر ولا تكليف في أمور أخرى فيها كلفة كالقيام للصلاسية ما في البرد ولا بد من مقدمة وضوء قبل الصلاة هذه أمور ليس كل الناس ينشط لها لكن تقول تعالي إلعب كلهم يهوى ذلك فإذا كانت فرق جاء الشيطان حينئذ وزيّن هذا الأمر للناس وأصبحت أحزاب مجموعات ويكون هم المرء إذاك الفريق نصره وتأييده ينام وهو يحلم به ويذهب وهو يكفكر فيه ويقوم ليلاً ونهاراً يسعى في استعداد مستلزمات ذاك الأمر أنتم ما تشاهدوا هذه نحن نشاهده هذا يؤدي إلى أن لأن ليس من منطق العقل أن تقوم جماعة بإيجاد لعب يشمل جميعاً وشباب أهل القرية ما يكون أهل القرية متفاوتون في الزمن والمسافة هناك أناس في الشرق وأناس هناك في الغرب هؤلاء لهم هواية في هذا اللعب هؤلاء هواية في هذه اللعب ثم يريدون امتزاجاً يشاط في الأفعال والمغالبات هذا الحب يتولد منه حينئذ أنك توالي هذا لا لأجل الله إنما هوى ينشأ منه كراهية وبغض ومنافسة هذه من أسباب الفرقة هذا في اللعب في الدنيا ما بالك إنسان يجتمع على شيخ أو كتاب ويظن أنه أحق الناس برحمة الله غيره غير مرحوم ما رأيتم هذا؟ ويظن أن أولئك الطوائف كلهم كما قال الله عن اليهود والنصارى فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى يعني اليهود قالوا الجنة لنا نحن والنصارى قالت إن الجنة ما يدخلها إلا نصران تلك أمانيهم لأن هذا هو باطلهم يعني نحن اختصنا الله برحمة منه هذه النعمة ما ينالها غيرنا هذه الفرق الموجودة الذين هم أتباع المشايخ فيهم هذا النوع يبغضون غيرهم لأنهم ليسوا منهم ويظنون أنهم إما في النار أو أنهم ليسوا بمرحوبين أو لابتعاد عنهم وهكذا يأتي الشيطان فينزغ بين القلوب ويقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا عرفت معنى ولا تفرقوا اقرأ يا عبد الله وأن تناصحوا من من ولاه الله عز وجل أمركم وهذه الثالثة التي يرضاه الله لعباده والعباده الأولى اعتصموا بحمل الله جميعاً أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً الثانية أن تعتصموا بحمل الله ولا تفرقوا الثالثة أن تخلصوا لمن والله أمركم اقرأ العبارة الثالثة والثالثة وأن تناصحوا من ولاه الله عز وجل أمركم أن تناصحوا النصيحة في هذا الحديث ليست معناها الوعظ كما نفهمه فلان ينصح ولده وفلان ينصح جماعة بمعنى يقدم لهم الإرشاد والتوجيه ألا يفعلوا ذلك ويفعلوا ذلك تلك تسمى نصيحة لكن ليست هذه المقصودة النصح هنا يا عبد الله المراد به الصدق والإخلاص الإخلاص الإخلاص نفهمه لكن زيادة إيضاح أنك تريد بهذا العمل وجه الله عز وجل لأنك تعلم أنك إن فعلت هذا عن وجه تريد به الله عز وجل لا غيره أن الله يثيبك ويؤيدك وينعم بك في هذه الدنيا وفي الآخرة فأنت تخلص العمل لا لأجل أن تنال من صاب ولا لأجل أن يقال فلان كذا ولا لأجل أن الناس يتطلعون لله وحده هذا أحد معاني الإخلاص عرفت هذا؟ ألا لله الدين الخالص الخالص الموجه له سبحانه وحده لا لغيره المعنى الثاني للنصيحة أن يكون المرء صادقا لا تفهم من كلمة الصدق إنه ما يقول كذب الذي هو نقيض الكذب لا ليس ذلك الصدق أن يدل على أن المرأة مشتهد في ذلك ليس مدعيا ولا كذابا ولا متحايل تقول العامل إذا أخذت أجيرا وعمل عندك ورأيت من عمله جد ونشاط بعد أن تراقبه عن بعد وهو لا يشعر بك تقول فلان صادق في عمله فالصدق كما يشمل الاعتقاد يشمل العمل ويشمل القول إذن الصدق معناه أنه يأتي بأمر بجد لا يتلاعب فيه ولا يريد غيره إذن النصيحة في هذا الحديث وأن تناصح من والله عليكم معناه إيه يا عبد الله أن تعمل بإخلاص وصدق تذهب إليه وأنت مستعد للنصيحة بمعنى أنك تذهب إلى من والله عليه من والله عليك أمره أن تكون صادقا في ممشاك مو تتكاسل وتتردد ما معي عون ولا معي رفيق ولا أدري كيف الخروج ما معي أجر كافية للسيار كن صادق في هذا واخرج متوكل على الله واعلم أن الله عز وجل محيط بأمرك مع الإخلاص ما تريد وجاها يا عبد الله ولا تريد تقرب ولا تزلف إن اجتمعت هاتان الخصلتان في المرء علم أنه عمل عملا عظيما لأنك إن أخلصت قلت هذا الكلام بينك وبين من والله عليك ما تأتي في ملئ من الناس وتقول أيها الحاكم ما فعلت كذا وافعل كذا هذا ما أراد وجه الله لو أراد وجه الله ما سألك هذا السبيل ونهى صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك لكن تأتي إليه إما بخطاب أو كلام بينك وبينه ومع الصدق أنك تذهب إليه متوكل على الله ومعتمد على أن فلان يعينك ولا على أن لك جاه يمنعك من كذا فإذا قلت هذا مع صدق وإخلاص افهم معنى الصدق يا عبد الله مو معنى الكذب عرفت هذا؟ قال وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ أَمْرَهُ كيف تناصِحه؟ لما قال مَنْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ أَمْرَهُ لا تفهم أنَّ مَنْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ أَمْرَهُ كَعُمَرُ بِنْ عَبْدَ الْعَزِيزِ ومُعَاوِيَ رضي الله عنه ومروان لا هذا مستحيل هذا هذا الخطاب لهذه الأمة إلى أن تقوم الساعة ولا يأتي جيل إلا وقبله أحسن منه وما بعده أردأ منه لما قال الوالي على علاته فمدال هو يصلي ولا يمنع الناس من الصلاة يجب مناصحته ويجب أن تقول الأمر وتبين له أن هذا يؤدي إلى كذا وأن هذا يخالف وأن هذا الفعل غير كذا مع هذين الوصفين اضبط هذا يا عبد الله حتى لا يشويش عليك آخر تشويش ولا تقول سألنا ووجدنا من يخالف افهم هذا حتى يفتح الله على قلبك نور الحق ثلاث يرضاه الله لعباده الأولى إيه أن تعبد الله ولا تشرك به شيء والثانية ما هي أن تعتصموا بحبل الله جميعا إيش معنا جميع يا عبد الله يعني مجتمعين ومتفرقين لأن جميعا ما تستطيع أن تأمر غيرك أو تنهاه لا تملك ذلك يعني جميعا مجتمعين على هذه غير متفرقين ولا تفرقوا أي لا تطعاطوا أسباب الفرقة لذلك تعلم أن من تمسك واعتصم بالكتاب عمل بأوامره واجتنب نواهيه فإنه لا يكون تفرق وإذا وجدتم ناس متفرقين فاعلم أنهم ما أخذوا بالكتاب بل تعاطوا أسبابا تفرق الناس لما يقول سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم هذا النهي وإن كان أصله أهل الكتاب هو فعلهم لكن قال يا عباد الله لا تفعلوا ذاك فعل هؤلاء هذا يدل على أن في الأمة من يفعل هذا الفعل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات إيش معنى البينات البينات جمع بينا والبينا أي الخصلة والأمر البين الواضح إيش فائدة بينا جاءت أوامر أي هذا الأمر الذي جاءك من الله عز وجل نهاك أمرك بإكرام الجار يعني لا ينبغي أنك تهينه ولا تؤذيه هذا واضح لو تأتي بالطعام وتعلم أن جارك يعني فيه فقر ومسألة وعياله ضعاف وأنت مما وسع الله عليك فتأتي بالزنبيل الزنبيل معنى الزنبيل معناه نوع من وعاء يعمل من خوص يحمله صاحب البضاعة إذا أراد أن يأتي بحاجات أهله فيضع فيه اللحمة والخضرة والفاكهة فيحملها فإذا حملت في هذا الزنبيل حملت في هذا الزنبيل طعام له رائحة الناس يضعون في الطعام توابل وأفاويه وأشياء مما وتعلم أن جارك الفقير الضعيف الذي له أولاد يشمون هذه الرائحة أو طبخت في الطعام وتعلم أن روائحه تذهب إلى جارك ثم إنك لا تعطيه ولا تكرمه هذا مما ينبغي ولا يفعله المرء لأن هذا مما يؤدي إلى انكسار النفس وإيجاد عداوة والله عز وجل أمرك أن تضم الجمع وأنك لا تتسبب بشيء مما يفرق الناس ثم ذكر الخصلة الثالثة التي يرضاها الله لعباده أن تناصح لما قالت ناصح دل على أن الفعل أكثر من واحد وأن تناصح من والله أمرك من والله أمرك يعني مسلم وإن كان عاصم مسلم وإن كانت فيه أمور يكرهها المرء ويعلم أنها غير طاعة لله لكن أقام الصلاة وآت الزكاة إن صح له وعدم النصح أمور ما تتعدد قل لمن يسلم أنه إذا اجتمع مع أناس بدأوا يقولون فلان ذاك الوالي وفلان ذاك الحاكم وفلان ذاك رئيس كذا ويأتون بالخصال مما يثير بعض ما في القلوب من حقد وإضغان والله يا عبد الله ما نصحت لمن والله أمرك يا عبد الله قد تكون ترى أنك مظلوم أو مهضوم الحق وتسمع هذا الكلام قلبك ينفر لأنه شيء خالف هواك ما يحصل معنا أحد لنا أطفال منعوا من مدرسة ولنا أولاد ما استطاع ويتوظف وجينا الهوى في النفس أن يأخذ سيارة جديدة ما استطاع كل هذه عوامل يأتي من يشعلها ممن يعلم أن الله عز وجل رضى لعباده هذه الثلاث فإذا أخبرناه بهذا الخبر تملم لأنه ما رضي حكم الله يريد هواه أولا إيش هوا يعني شهوته الإسعاد والشقاء ما يملكها مخلوق فإذا ظلمت لا تظن أن فلان استطاع أن يلحق بك الظلم فإذا حل بك شيء من المكروه لا تفكر أن فلان هو الذي كان الأصل في إيجاد هذا المكروه لك لا والله هو وسيلة لكن الذي يتصر فيك هو الله وحده ما يملك أحد فإن وجدت شيء أن تكرهه فاعلم أن إصابتك بذلك إما بذنب منك أو أن لك منزل عند الله لن تنالها إلا إذا حل بك شيء من كذا فانصح للوالي وأخبص له ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والعسمة ويا عبد الله المكروه لا تظن أن الكرب حصل منك من فلان إنما من نفسك أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا تعرف هذا القول من قاله أفضل الناس وأفضل الأمم من نوح إلى أن تقوم الساعة هم أهل أحد الله عز وجل يقول هذا ما هذه المصيبة من أنفسكم أنتم ما جاءت من أحد أنتم السبب اعلم يا عبد الله ذلك ونسأل الله التوفيق والعافية نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلِّم تسليما ترجمة نانسي قنقر